ليلة لليلة لليلة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نحي في الوطن التجديد نحن نعلم في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستد بالباب نحي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إن كلامي صح ومفيد ليلة لليلة لليلة للا ليلة لليلة 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 للا بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على المبعوث رحمة وهداية العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحبابي طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا مدارس ابن خلدون أهلا وسهلا بكم أحباب الطلاب في لقائنا المتجدد بكم دائما مع مادة لغتي اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ في تتمة وختام الوحدة الثامنة ومع التقويم التجميعي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن أحباب الطلاب الآن بإذن الله تعالى سوف نفتح كتابنا على التقويم التجميعي في هذه الصفحة مائة واثنتين وثمانين أهدافنا الإجرائية التي نسعى إلى تحقيقها بإذن الله تعالى أحباب الطلاب في هذا اللقاء هي الإجابة عن أسئلة تعليلية إثنان تصنيف كلمات من نص مستهدف ثلاثة توظيف جزري السؤال إذن أحباب الطلاب هيا بنا إلى هذه الصفحة التي أمامكم واستعد أيها البطل وأحضر قلمك لتكتب معنا إجاباتك بعد أن تفهم هذه الأسئلة هيا بنا نبدأ أحباب الطلاب أولا أقرأ ثم أجيب هذه الفقرة التي أمامك عليك أن تقرأها ثم نفكر في إجابة الأسئلة التالي الأخطبوط حيوان مميز له ثلاثة قلوب وثمانية أذرع قوية كما أنه يستطيع تغيير لونه ليناسب البيئة التي يختبئ فيها فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ألف كم قلبا للأخطبوط كم قلبا للأخطبوط وكم ذراعا له هيا بنا نعود مرة أخرى أحبابي إلى المعلومات التي في الفقرة الأخطبوط حيوان مميز له ثلاثة قلوب إذن كم قلبا له نعم ثلاثة قلوب وكم ذراعا نعم ثمانية أذرع أحسنت إذن إجاباتي عليك أن تدون هنا أيها البطل للأخطبوط ثلاثة قلوب وثمانية أذرع انتهينا أحباب الطلاب نأتي الآن إلى ب أختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي كلمة الذي اسم موصول أم حرف عطف أم اسم إشارة أخذنا حروف العطف أحباب الطلاب وهي الوا والفا ثم أو وأخذنا كذلك أسماء الإشارة هذا هذه هذا نعم هتان هؤلاء أحسنتم وأيضا أخذنا من ضمن أسماء الإشارة ذلك وتلك إذن كلمة التي لا تنتمي إلى حروف العطف ولا تنتمي إلى اسم الإشارة إذن هي أحسنتم أيها الأبطال اسم موصول كلمة حيوان مفرد أم جمع أم مثنى عليك أن تستنتج هذه الإجابة بالإشارة إلى هذه الكلمة أشر أيها البطل إلى كلمة حيوان باستخدام اسم إشارة فماذا ستقول هل ستقول هذان حيوان أم هؤلاء حيوان أم هذا حيوان أحسنتم أيها الأبطال نقول هذا حيوان إذن الجواب نعم مفرد أيها البطل وللمعلومة أحباب الطلاب أن الجمع غير العاقل عندما نشير إليه نشير باستخدام هذه فلا نقول هؤلاء إذا قلنا الجبال مثلا ونشير إليها نقول هذه الجبال ولا نقول نعم هؤلاء الجبال لأن هؤلاء تشير إلى العاقل أحسنتم أيها النجبا التدريب التالي ضد قوية واسعة لا يا أستاذي واسعة ضدها ضيقة أحسنت صغيرة لا أيضا لأن صغيرة ضدها أحسنت كبيرة إذن تبقى لنا كلمة ضعيفة هوية بالفعل ضد كلمة قوية أحسنتم أحباب الطلاب معنى فسوى أي كمل أم جمع أم أنشآ لو أنكم تتذكرون ما قلناه في الشرح أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات وكمل خلقها لتتناسب مع بيئتها كما قلنا إذن الإجابة كمل أحسنتم مفرد قلوب قلبان لا يا أستاذي لأن فيها ألف ونون وهذه علامة المثنى قلبين أيضا لا يا أستاذي لأن أيضا اليا والنون علامة المثنى إذن الإجابة قلب إجابة صحيحة أحسنت أيها البطل كلمة يستطيع فعل ماض عليك أن تختبر هايها البطل يستطيع اختبار الفعل الماضي أن تضع له تاء ساكنة آخر الفعل أو تاء متحركة إما بالضم أو بالفتح أو بالكسر فتقول يستطيع هل يستقيم النطق لا يا أستاذي أحسنت وفعل الأمر هو طلب حصول شيء معين هل هنا يطلب أحباب الطلاب لا وإنما هو فعل مضارع عليك أن تتأكد وضع سين أول الفعل وامتق الكلمة سيستطيع أو سوف يستطيع إذن استقام النطق أحباب الطلاب بالفعل لهذا الفعل هو فعل مضارع أحسنتم والآن نأتي إلى التدريب التالي في صفحة 183 هنا يقول أصنف الكلمات الواردة في النص السابق حسب المطلوب في الجدول كلمات بها مد بالألف لو نظرنا أحبابي نجد كلمة حيوان أحسنت ثلاثة ثماني كما يناسب كلمات كثيرة فسبحان نعم كلها مد بالألف نكتب فقط ثلاثة كلمات أو ثلاثة كلمات أحباب الطلاب حيوان ليناسب فسبحان كلمات بها مد بالياء مد بالياء تلاميذ النجباء مثل ماذا لا تقل لثمانية لأن الياء محركة أحسنت ولا تقل لقوية قوية لأن الياء مضعفة أحسنت ولكن كلمة نعم يستطيع أو تغيير أو هل يناسب لا يستاذي لأن الياء محركة البيئة أحسنت وكذلك الذي إذن نكتب ثلاثة كلمات فقط وهي يستطيع البيئة الذي نأتي الآن إلى العمود الثالث كلمات بها تضعيف هل حدد لي نوع التضعيف لا إذن عليك أن تأتي بتضعيف فتح أو تضعيف كسر أو تضعيف ضم يقول ممي ممي نعم تضعيف فتح وأيضا قوية نعم تضعيف فتح وأيضا التي نعم فسوى قدر كلها كلمات صحيحة نأخذ مميز قوية أنه كلمات تدل على نكرة نسترجع ما قلنا تلميذ النجباء الكلمة التي تدل على نكرة تكون منونة ولا تكون اسم علم حيوان قلوب أذرع لاحظ بها تنوين ضم بها تنوين كسر بها تنوين كسر نعم كلمات تدل على معرفة الكلمة التي تدل على معرفة أولها ألف لام معرف ل أو تكون نعم أحبابي نعم أحسنت أيها المبدع علم على إنسان اسم إنسان أو علم على بلد اسم بلد الأخطبوط البيئة الذي أيضا هذه الكلمات من المعارف أسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر كلها من المعارف دون شرط دون شرط لا تقل أنه معرف بألف واللام هنا أحبابي لماذا لأن الألف واللام هنا نعم أصلية وليست زائدة وليست لام قمرية أو لام شمسية وإنما هذه الكلمة الاسم الموصول هو معرف لأنه نعم لأنه اسم موصول كلمات مختومة بتاء مربوطة وهي كثيرة نستطيع أن نستخرج من هذه الكلمات البيئة قوية وأيضا في الفقر أحباب الطلاب ثلاثة نعم ثلاثة قوية البيئة كما قلنا نأتي الآن إلى دال في ذات الصفحة تلاميذ النجباء مسرعين أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها علامات الترقيم الواردة في النص السابق هي لو لاحظنا تلاميذ النجباء في هذا النص نزد الفاصلة نعم ونجد أيضا ماذا علامة التعجب أحسنتم نرى الفاصلة وإشارة التعجب التالي كلمة أذرع بدأت بهمزتي هذه الهمزة تراها مكتوبة ومرسومة ومنطوقة فيا همزة أحسنت همزة قطع وكلمة فسوى انتهت به هذه ماذا نسميها تلاميذ النجباء نعم أيها المبدع إنها ألف مقصورة يا أستاذي رائع إذن أحبابي همزة قطع كما قلنا وكذلك ألف مقصورة نأتي إلى التدريب التالي في ثانيا في ذات الصفحة والفقرة من الدرس التالي نقرأ هذه الفقرة تلاميذ النجباء ونقول رأى خالد ولدا يرمي نفايات في البحر رغم وجود حاويات القمامة في كل مكان فتعجب من ذلك قائلا ما أقبح هذا المنظر يا أبي الأبو أجل يا بني إن هذه الشواطئ ملك للجميع فعلينا المحافظة على جمالها ورونقها كي لا يتلوث البحر بعد أن قرأنا تلاميذ النجباء أولا قراءتك لا بد أن تكون قراءة استيعابية أي أنك تستنتج وتحدد المعلومات الواردة في هذه الفقرة مثلا ماذا رأى خالد تسأل نفسك ماذا يوجد في كل مكان حاويات القمامة ماذا قال خالد عندما شاهد هذا المنظر تمام هذه الأشياء أحباب الطلاب لا بد أن تكون في ذهنك وأنت تقرأ حتى تستطيع أن تجيب عن الأسئلة لذلك عندما قلنا ماذا رأى خالد هذا السؤال ورد في ذهننا أثناء القراءة نذهب إليها رأى خالد ولدا يرمي نفايات في البحر إجابة صحيحة هكذا نقول رأى خالد ولدا يرمي نفايات في البحر عليك أن تدون إجابتك أيها البطل ما الواجب تجاه الشواطئ اذهب إلى كلام الأب عندما قال علينا المحافظة على جمالها ورونقها إذن هذا هو الواجب تلاميذ النجباء نقول نعم المحافظة على جمالها ورونقها كي لا يتلوث البحر والآن تلاميذ النجباء سنتوقف في حل هذا الجزء إلى هنا في صفحة 184 ولكن الآن سنذهب معا لنتدرب حول اسم المكان واسم الزمان وكذلك الأصناف اللغوية الأخرى مثل صيغة المبالغة وكذلك الأسليب والتركيب مثل أسلوب الترجي وأسلوب الشرط هذه الأشياء مهمة جدا وعلينا أن نستوعبها معا هنا يقول لي أبحث في النص عن الكلمات التي تحتوي على اسم مكان طبعا يعطيني هنا وقت هيا بنا عدد كبير من ضيوفه وتلاميذ يحتفلون بانتهاء الأستاذ من تأليف كتاب ضخم دخل عليهم جابر حاملا بين يديه نسخة أخرى من الكتاب مغلفة بغلاف جميل مزدان بالنقوش الإسلامية ثم فاجأ الحاضرين بالقائم نشخة في موقد هنا أحباب الطلاب موقد نعم الأمر الثاني كلمة مغزام نعم وما ظا أيضا منظر أحسنت هنا أحباب الطلاب كذلك مشرعين اسم المكان يبدأ بالميم نذهب معا الموضع الموقع ماذا أيضا نفكر معا على الجميع أن ينظر نأتي من الأول محل كلمة محل كلمة محل أحباب الطلاب هي اسم مكان ولكن غير مثبتة في البرنامج الذي أمامكم ولكنها هي بالفعل اسم مكان أو اسم زمان بدليل أن نقول محل لبيع المفروشات أو أي شيء فهي كلمة تدل على اسم المكان هنا موضعها هذا هو نأتي إلى لعبة جديدة أو نذهب لاختيار مهارة أخرى القسم أبحث في النص عن الكلمات التي تحتوي على صيغة القسم هنا عندما قال والله أين هي آه والله قد أدرك الناس الهلاك فالسماء لم تمطر هذا هو تلاميذ النجباء والله أحسن القسم أيضا هنا والله وهنا أيضا والله لا أحمل أنه إجابة صحيحة تستحق تقدير وكذلك عندما نقول والله نعم أيضا هنا هذه قلناها نذهب تلاميذ النجباء إلى ماذا نذهب إلى هنا نأتي إلى اسم الزمان لصيغة المبالغة الكلمات التي تحتوي على صيغة المبالغة أولا تكون على وزن فعال مثل أحباب الطلاب نعم نجار وهاب غفار فتاح علام مثلا قلنا كلمة كلمة زبالا وماذا أيضا ابحث معي عليك أن تتأكد أنه به تضعيف فتح هذا ربما يأتيك في الاختبار أيها البطل عليك أن تركز وأيضا هنا هنا أيضا الكلمات كثيرة لدينا خمس كلمات حراث نجار خياط حداد وزرع هكذا تلميذي النجباء نستطيع أن نستخرج سياغ المبالغة وهي على وزن فعال عليك أن تحفظ هذا الوزن هيا بنا نرى ترك ابن ماجد 30 مؤلفا تعد أساس علم الملاحة البحرية ذكر في مواقع النجوم وطريقة استعمال البصلة وصف البحر الأحمر الجزراء وشعابه المرجانية واستخدم في تأليف الشعر البسيط ليسهل على الملاحين حفظها وترددها كما دون في مؤلفاته نصائح وتجارب ملاحية ماذا أيضا لعل الملاحين يستفيدون منها هيا بنا نستخرج أحباب الطلاب سيارة سيارة المبالغة وصف البحر الأحمر جزراء شعابه استخدم تأليف الشعر البسيط الملاحين الملاحين نعم وهذا يدل أحباب الطلاب أننا ممكن أن نجمع صيغة المبالغة نقول وهابون وهابين هكذا وكذلك ملاح من ملحة وهنا أيضا ملحي إلى هنا أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في لقاء قريب مقبل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم معلمكم عماد محمود يوسف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة